ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالنسبة للسفر إلى بغداد نحث المواطنين توجه إلى مرأب باب الطوب الموحد وعدم السفر من دورة بغداد أو قراج الشمال هنا عدنا قراج موحد السيارات كلها معروفة سواق عدنا أولويات مالتهم نفر المنشأ 10 ألاف دينار الجيمسي 20 ألف دينار الطويلة 15 ألف دينار التكسي 25 ألف دينار والسواق معروفين وأولويات كل السواق موجودة يمنى يعني نحن قراج وندفع هيئة ومسؤولية علينا يروح لفشي كذا هذا مرجع على القراج على هيئة يعرفونا سايق سايق يعرف سايق والدورة ما حد يعرفها وكل شي ما جاي نستفاد كل واحد هنا يبقى خمسة أيام ستة أيام وبدورة بغداد رايح جاي والله المشاتت تشوفها قادة لا حطالع ولا النفره بعشرة ألاف ونحن الجيمسي بعشرين وحتى مرات نطلع بـ 15 الموعدة الصعدة بـ 15 والريد هم اللي جاي يجون على القراج هذا على قط بغداد ليرحون على دورة بغداد وقراج الشمال نطالب من أخونا المواطنين يجون التجون على باب الطوب لأن التحميل صار من باب الطوب لا يتجون على دورة بغداد أو قراج الشمال هاي ممنوعة ويأخذون حتى السنوات اللي باح كلها جمعهما للسواق وبالطريق بسيطارة يرجعون جماعة الهيئة يرجعوهم فالانطلاقة صارت كلها من قراج باب الطوب ما صار النفر ببغداد؟ البغداد النفر ولا بالمشعش تالاف ما طول بالطريق؟ والله طول حسب الطريق والسيطرات والله ست ساعات ست سبحة شكوة أنا أقول لك